أكمل السيتنق و أخلي هذا المولر قلنا يطخبي الميزولينج والكاسب بس ينازل شوية و أتشاكهم بحي ال واكس نايف السكند يحتاج شوية لأنه يحتاج أن أجد قردن فهذه المنحة أحتاج أن أجد قردن لأنه يحتاج أن أجد قردن طبعاً لا أضل مؤسسة على الكاسب حذراً لأنه يستربي شيء بس لأنه أخطي شوية كل شيء بسيط و مع هذا أجدتها حتى أنه خفيت على الكاسب مصيبة إذا صار بالكاسب لأن هذا المسيط لا ينلاق بي نحن ننعب بس بالشغلة لنشتغل بي فهس خليت السكند بعشان قاعد حلو بس أوقع فهس الشاشة سوي أقردنا من جهة الديستال 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 وقع مني ارجع قاعدة وارجع اثبتهم كلهم حتى محد يوقع عندي وكل من يحافظ على القاعدة ماتة بالاسس العلمية اثبت الانجولي ستمام ستمام تمام وقع اقوم بتخلي قاردين من الدستا بعد ما لازم نغلس على الدستا لازم قاردين حتى براحة يوقع وحتى خلي واقس جوا فيثبت وليش دي واقع لانه رأسا على كواس جوا خلي شوية اصبع سبايس يدخل من ال واقس من جهة الدستا عن طريق الاخذ من ال اكريليك مصن يشي اوكي تمام قاعدة ماتة حلوة بها الكيس شفتو انو بس الابر السكن مولار هو اللي استوجب ناخد منه اقوم بس شفتو كورا بس اقوم بس اقوم بس الابر السن انو بس شفتو احرجع هسه بدو اوثق لكم شوني قاعد سن سن باللور بوستيرير مولرز شوفوا قاعدة اللور فرست مولر شوني تكون الكاس ما المولر الابر والجروف ما المولر اللور ولين منطقة السكن مولر واجيب السكن مولر واخليه والقاعدة ما تتكون مثل ما تشوفون شوية اصاعدة من جهة الديستا حتى يحقق لي اطباق وي الابر مولرز اتباق حلو اسه كانو طاير حتى اثبت احط واكس جوا فاجيب واكس واخليه اه بهذا السبايس الساير عندي من جهة يبلي السبايس ومن جهة ثانية يصري السابورت الاسنان هاي الصورة الجوة حتى اطمئن انه اطباقي صح المولر الابر مولرات الفرست وين تقعد والمولرات وين تقعد مثل ما تقعد بالصورة بالضبط احاول انه احقق هالشي بشغلة شويقنا البوستير اللوار تروح لنجوال شوية زايد اما الابر في الاسنان توقف عدل واللوار كنا شوي تروح لنجوال هسا املي الفراغات من السن المحافظة على الاطباق هسا بدي بالجهة الثانية هما قاعد انه بقادمين وبقابس اللوار البوستيران شوفوا اللوار فرست املي شون يقعد شوي يرتفع من جهة الدستا حيث ما بالصورة ركزوا من تشتغلون انتبوا على هاي صورة الجوة الاقصد بها منطقة اتصال سن بسن ام بالبوستيراتيف ام شوفوا الكنتاكت اريا يعني السن منتصر بسن تقريبين يكون بالميدل الكنتاكت اريا يعني مو نجو نصعد الواكس النايت السن لا الواكس انتهي واضيف ايد طبعا قبل ما اضيف حتى شوية الواكس اقدر اتحكم به شوية اجيبه بكري اللينة بالحرارة واجيبه بكري حتى من اجيك عادي السن يقعد عندي ايقو قاعد يقعد عليهم فهذا اللي ارجع اخليه اللور مولر واللور السكند مولر همين ان قدت انو اضيف واكس جوا حتى مني بدا عجيش هنا كل شوية ارفع وضيف واكس اجيبت هاي الشيت ما الواكس الوردي اللي كلي زين شريكة ماتة ويثبت علي اسنان عاكس بعض انواع الواكس الاحمر اللي بسرعة يوقع لسن شوية شفية اللينجوالي شوف هاي دا واشرح لكم انو اللينجوالي اجفيهن اللور بستيري عاكس الابر بستيري يكون واكفات عادي بعشان الابر واقف عادي شوية من شفية اللينجوالي الاطباق من يمينين مضبوط متل ما الصورة اللي عندي فهذا كيربات اتاكد منهن من الجهتين كيرب اوكي ومضبوط وعلمي شغل حلو تمام لهنا حس اجي شوية ارتب ترتيبات بعشان شوية ارفع من جهة الديستال لانو متل ما كده شوفون الصورة جوة توضح انو يرتفع من جهة الديستال شوية اوتجوالي give sketch ارتفع من جهة الديستال بالاثنين بالادافة وفائượng ايضا auch وارجع اشيك منطقة الانتيريور الميدلين مضبوط الكلائنات الريليشنشيب مالات مضبوطة شغل حلو نوعا ما بس يحتاجه بعد ترتيب الترتيب شون يعني انه التنظيف من الواكس اما بالنهاية التسيتنج فلعزيا لانتأكدنا السنسن على القاعدة الألمية فما يقابل للشكل بس مع هذا ارجع اتأكد هسا ارجع اضيف الواكس زيادة واكس اضيف منطقة الامبريجر هاي منطقة ما قبل الكونتاكت بين سن و سن ارجع هما اضيف بعد شوية بالحرارة وزعها يكون الطب بين سن و سن لانه كلش هو تبين الجنجبة بين الاسنان ويبينك انه حقيقي اكثر يبينك انه ان شغلو مخربط فاول شي ابدى بي انه اضيف و اكس منجهه جمالية ايستاتيك ومنجهه انه الاسنان تثبت وما تتحرك اتفت يعني ضروري هالخطوة كلش ماذا اصرعلكم هنا لانه اريدكم اتشوفون اشي بشي هو ما سرعت بس المولارات ورجعت عدتهم بالحركة البطئة فصارت عدتكم عادة مرتين حاولت أحافظكم على السرعة طبيعية للفيديو حتى تفهمون سنسن وشان يقعد وأهم شي هنا أقول لكم أن نفعل الجرس قناة اليوتيوب حتى تبقى أدزلكم فيديوهات على الستنج إن شاء الله يبقى يجيكم مشعار عليهم أدخل الواكس في منطقة الإمبريجر بين سن وسن في هذه الخطوة لا أجل ألعب من جديد بعد 3 سن أهم شي أضمن أن الواكس يدخل في منطقة الإمبريجر الواكس نعفو بيه كلش حارة وأحضر ما توصل لليدي وداخلها في منطقة الإمبريجر بين الأسنان هذه الطريقة تدخل من الواكس بين الأسنان وأردت سيبهن تعديلات بسيطة خفيفة بدون ما غير أشياء هواي عشان حلو اللور كله هنا في سن البول عشان عرافته يجي من خلية الواكس نعفو أنتو تقدون عن ميزة وعلي شي بس حتى تضمنون نتيجة حلوة عشان جميل حتى تستخدمون الترش طبعاً أو تستخدمون هو هذا النار أي نار أي مصدر نار وترجعون عليها تنظفوه بالكطنة هيتش الأسنان رح تتنظف بطريقة سهلة كلش وحلوة باعوا رح أرجع عيدها حتى تشوفوها الأسنان باعوا هيتش أرجع للاور عمينة حرارة وكوتون حتى تصير كلش نعمل أنظف الأسنان نهايات مالتين هالطريقة شوي بديت أخذنا بشغل باعشون حلو هاي جهة ثانية مالاكرون شوان أسوي أنظف بباقي الأسنان تمام الأسنان أنظفهم بي مالاكس هاي سمون شوان هاي سمون بعدين رح تفيل فورتش نظفت حسيت أنه مو كد جفالتنا هالطريقة صراحة جعلت بالجهة مالاكرون أنه أجرب النسون عن الضفن المهم هدف هاي الخطوة أنه أنظف الأسنان أو وضح منطقة الكونتاكت الواكس أشيلة اللي على الأسنان تنظيف بعد خطوة القطنة والنار بعد قطنة والنار فإن أن تستخدموني الجهة مالاكرون هي الجنة نسيجين أحسن من الجهة السبون تشبه العقيق هاي جهة تدع سوبها هي سوبها أفضل لأنجرة بدي تشكي دمكم من بحسيتها من دشرونها فكمل وضح سن سن وعو إشان فرق يطلع فرق 180 درجة من التنظفون لسنا كلش أحب هالخطوة وكلش مهم هالخطوة لينها تقريباً كملت باعوا هاي الصور حتى إنه الحمد لله قدر تحقق مثلها وتوم إن شاء الله تحققوا نفس الشي إن شاء الله يعني قادم همين نطور الشغل أكثر بعدهم يلاد ننطور الشغل يعني ما نقتلع إنه هذا يوصلنا خلاص لا بعد يلاد لي فهس أجي أبعاد الكحول طبعاً الخطوة الذهبية لتخبر إنه أنا الضفر باعوا شان حلو باعوا هاي كحول شو سوت فيه وشكراً على حسن المتابعة مع السلامة بشي الواكس الزايد شوي منه أسه آخر من اللحظة أرجع عليه بما ننظفت الواكس الزايد هاي التمريره كلش مهمة حلوة وأنا الضف باقي مواكس وها هي هسه نشوفكم إن شاء الله فيديو جديد لا تنسون تفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر